هنروح للسكواش الأهلاوي مصطفى عسل طبعا كان بلعب بطولة سنغافورة كان بلعب في ماليزيا الأول وقال كده خد تاني وقال كده راح سنغافورة وكان بلعب بطولة سنغافورة المفتوحة كسب أول مباراة ليه مع بطل الهند طلع بعد كده لعب ديجو إلياس لعيب مصنف يمكن التاني أو الأول دلوقتي على العالم استضم به في دور قبل النهائي لم يوفق خد تالت البطولة مش وحش مصطفى عسل ماشي كويس بعد الإقاف وخد إقاف ست أسابيع تقريبا يا جماعة أو تقريبا ست أسابيع أو تمن أسابيع خد إقاف طبعا ده أثر عليه بعد عن المطشاط هو دلوقتي بيشتغل على نفسه عشان يرجع محتاج شوية تركيز بس شوية توفيق وهيرجع تاني دي اكتسح بشكل قوي جدا مصطفى عسل مصطفى عسل كان وصل للتصنيف العالمي هو دي تالت العالم وكان أول مباراة ليه في البطولة دي بطولة سنغافورة المفتوحة كان مع صراف مجسال اللاعب الهندي وفاز عليه ولكن دي جولياس مش لعيب لازم تروح له دي جولياس ده نفسي بس ده دي جولياس لازم تروح له وانت فرما ما حصلتش آه ياه هو من بيرو بيرو على فكرة فيها سكواش كويس البيرو في دي جولياس لازم تروح له وانت وقف على رجلك كويس قوي لانه انت لو مش وقف عليك كويس قويس هتخسر وعلى فكرة مصطفى عسل علم على دي جولياس ده كتير قوي يعني كان عقدته مصطفى عسل فمعليش مرة كده من نفسه فمن نفس دي جولياس يعني انما ان شاء الله يقدر يعود مصطفى عسل في البطولة اللي جاية يجمع نقاط اكتر وهو يعني تالت عالم دلوقتي وتصور ان شاء الله ان هو يعني هيقفز على التصنيف العالمي بإذن الله قريبا بهذا المستبات المستوى يعني